أعزاء المستمعين حطت بنا رحالنا في مادة البحث والمصادر عند الدرس السابع المتعلق بالتحقيق أسميناه التحقيق نقصد به التحقيق العلمي من حيث تعريفه وشروطه ومصادره والوقوف كذلك على مراكز المخطوطات في العالم إن الإحساس بتراثنا المخطوط هو إحساس طبيعي بالماضي وحاجة الحاضر إليه ماسة إذ إن الماضي والحاضر كلاهما يستحوذان على أعماق شعورنا والإحساس بقيمة هذا التراث والعمل على استثماره على الأصول والأسس العلمية التي يجني منها الواقع أزكى الثمار وأشهاها هو بعينه الرؤية الصحيحة للتجديد ومن الرائع أن يكون الإنسان على صلة بالماضي التليد ولعل أقل ما يحتاجه منا هذا التراث هو العناية به والعمل على جمعه والحفاظ عليه ونشره محققا تحقيقا علميا يقربه إلى أذهان أجيالنا ويشدهم إليه شدا كثير من تراثنا الفريد الأدبي منه وغير الأدبي ما يزال مخطوطا حبيس الأدرج وواجبنا نحوه هو إزالة الغبار عنه والتعريف به ونشره وهو ما يعرف بتحقيق المخطوطات أعزاء الطلاب نستطيع من خلال هذا الدرس أن نقف على العناصر التالية العنصر الأول التعريف إذ إن التعريف كما اتفقنا سلفا يمثل أحد أركان التلاقي بين القارئ والكاتب على حد سواء فتعريف التحقيق ضرورة سنقف عليها أيضا نقف على صفات المحقق إذ إن المحقق للمخطوطات لابد أن يكون مجتملا على صفات سنتوقف عليها وكذلك الوقوف على مصادر تحقيق التراث أيضا الوقوف على مراكز ومكتبات المخطوط في العالم الإسلامي وأخيرا نختم الدرس بالوقوف على أشهر مراكز ومكتبات المخطوطات في أوروبا وأمريكا نبدأ بهذه العناصر شرحا وبيانا وفي طليعتها التعريف ما المقصود بالتحقيق لغة يقول صاحب اللسان حق الأمر يحق ويحق حقا وحقوقا ما معنى هذا أي صار حقا وثبت وحقه وأحقه أي أثبته وصار عنده حقا لا يشك فيه وحقه وحققه يعني صدقه تصديقا وحقق الرجل إذا قال هذا الشيء هو الحق يعني عندما تقول هذا الشيء هو الحق يقال عنك حقق الرجل أي صدق وأحققت الأمر إحقاقا يعني أحكمته وصححته إذن الكلمة بهذا المضمون اللغوي تسير وفق المعاني التالية الإثبات التصديق الإحكام التصحيح كلمات تشير إليها العبارات السابقة التي قالها صاحب اللسان فكلمة تحقيق مصدر حققه لأن فعال مصدرها القياسي تفعيل ومن خلال هذه المعاني يتبين لنا أن كلمة التحقيق تدور حول إحكام الشيء وصحته والتيقن والتثبت منه هذا عن التعريف اللغوي أما التعريف الاصطلاحي فإننا نشير إلى أن التحقيق هو جعلها أي المخطوطة أو النص الذي تركه صاحبه جعلها مطابقة للحقيقة التي وضعها عليها المؤلف أي مؤلف المخطوط ما أمكن ذلك أي ما استطاع المحقق أن يقدمها للقارئ والناظر على حد سواء هذا هو التعريف للتحقيق لغة واصطلاحا ونقف أيضا مع العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس وهو مصادر تحقيق التراث وستنبئك عنه عزيز الطالب الشرائح التالية